ناستم كاملين مع حضراتكم أخبارنا النهاردة ومن أخبار النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب غاضب من فكرة غياب بيتسو موسيماني في الدورة التدريبية المقامة حالياً في المغرب وقال إن الفريق عنده مباراة ممكن ما تكونش سهلة أمام المصري بالسلوم في الكاس ولازم يكون فيه استعداد قوليها لتجنب مفاجآت الكاس سأعتقد يعني إن الموسيماني مفهودي يكون تلع بإزن لو ما تلعش بإزن تبقى حاجة مش عظيمة في كل أحوال الوقت مش مناسب فعلاً يعني الأهلي خاصة دولة أبطال أفريقيا الأمور مش جيدة مع نواياً عند اللاعبين مش كويسة بالنسبة لبيتسو موسيماني من قبل الجماهير يعني الجماهير شوية بعض الرصيد لميتسو موسيماني قل عندهم مش هقول كله طبعاً عشان عنده إنجازات عظيمة وبالتالي محتاج أكيد يركز جداً الفترة الجاية ما يبقاش موجود برا القاهرة وبره النادي الأهلي